بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع ما حامله ونصلي ونسلم على صفة قلق سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وسحابته الأكرمين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين وبعد نتابعه بفضل الله تبارك وتعالى دورة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ للشيخ يحيى الزواوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقد وصلنا إلى بند رقم واحد وتسعين قوله تبارك وتعالى ويذرون أزواجا أحيانا يأتي بعدها أو في الموضع الأول يأتي بعدها يتربصن أما في الموضع الثاني وصية كما نرى في الآية الكريم أيام 234 وهذا هو الموضع الأول من البكرة قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم هذا هو الموضع الأول أما الموضع الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم هذا هو الموضع الثاني وصية أما الموضع الأول يتربصن نتذكر أن الموضع الثاني الذي في نفسه الرابع وجاء في نهاية الرابع جاء فيه وصي ومعلوم أن الوصية دائما تكون في النهاية عند الموت هذا يعني رابط يذكرك كذلك من المتشبهات في نفس الآيتين قوله تبارك وتعالى هذا الموضع الأول الموضع الثاني من معروف وهنا ممكن نقول قاعدة الترتيب الهجائي نتذكر أن الباء قبل حرف المين في ترتيب الحروف الهجائية ماذا كتب الشيخ رحمه الله كتبه وفقال هتاني آيتان في ربع واحد من سورة البقرة وهو ربع والوالدات ونجد أن الآية التي جاءت في أواخر ربع الآية ماتين واربعين جاء فيها كلمة وصية فتذكر أن الوصية في الآخر يعني عند الموت الإنسان يوصي بينما الآية رقم متين أربعة وثلاثين التي جاءت في بداية الربع جاء فيها كلمات يتربصن والآية الأولى جاء فيها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف بينما الآية الثانية فيما فعلن في أنفسهن من معروف وقلت أنفا قاعدة الترتيب الهجائي أن الباء قبل الميم والله أعلم بالنسبة للآية ماتين خمسة وثلاثين قولوا تعالى وعلموا أن الله يعلموا في أنفسكم فاحذروا ينظر في البند رقم تمانية وتمانين كذلك في قول تبارك وتعالى على الموسع كاداروه وعلى الموقع تيري كاداروه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ينظر في البند ستة وسبعين وقد مر معا كذلك قول تبارك وتعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف ينظر كذلك في البند رقم واحد وتسعين قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المنتقين ينظر في البند ستة وسبعين ننتقل إلى البند اتنين وتسعين قوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأحيانا تكون ولكن أكثرهم لا يشكرون يعني أحيانا يأتي ذكر الناس وأحيانا يعوض عن الناس بالضمير أكثرهم كما نرى في الآيات الكريم في البقرة أية متين سلاثة واربعين قوله تبارك وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جاء ذكر الناس كذلك الموضع الثاني سورة يوسف أيام الثمانية وثلاثين قال تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون كذلك جاء ذكر الناس سورة غافر آية 61 والموضع الثالث قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون كذلك جاء ذكر الناس موضع سورة يونس في الآية 60 قوله تبارك وتعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون هنا جاء لم يأتي ذكر الناس ولكن قال ولكن أكثرهم لا يشكرون كذلك في سورة النمل قوله تبارك وتعالى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وجاء قبلها في الآية السابقة لهذه الآية قل عسى يكون راضي فلكم بعض الذي تستعجلون في النمل 73 كذلك لم يأتي ذكر الناس يقول الشيخ رحمه الله كل هذه الآيات ذكر فيها فضل الله سبحانه وتعالى على الناس وختمت ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما عدا في سورتين يونس والنمل لم تتكرر كلمة الناس ولكن ختمتا ولكن أكثرهم لا يشكرون ولم يأتي في هاتين السورتين مطلقة ولكن أكثر الناس فهذا الضابط يضبط لك هذه الآيات الكريمة وهذه المواضع المشتبهة البند رقم تسعة تلاتة وتسعين قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يكرد الله قرضا حسنا نجد في سورة البكرة أيام تين خمسة واربعين قال تبارك وتعالى من ذا الذي يكرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أما الموضع الثاني أي رقم 11 قال تبارك وتعالى من ذا الذي يكرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يقول الشيخ رحمه الله نلاحظ أنه مع طول سورة البكرة معلوم طبعا سورة البكرة أطول سورة في القرآن جاءت آية البكرة أطول كثيرا عما جاءت الآية التي في سورة الحديد فزادت أضعافا كثيرة أضعافا كثيرة فهذا الضابط يضبط لك هذا الموضع إن شاء الله تبارك وتعالى بند رقم 94 قال تبارك وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا وأحيانا تكون إذا فريق منهم في البكرة 246 يعني رقم الآية قال تبارك وتعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين في الموضع الثاني في النساء أي رقم 77 قال تبارك وتعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس طيب الآية بتبدأ بقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم قفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب يقول رحمه الله نجد أن الحديثة في الآية الأولى متين ستة واربعين في البقرة تتحدث عن بني إسرائيل عندما أعطوا العهد لنبيهم أن يقاتلوا عدوهم ولكن عندما كتب عليهم القتال تولوا كعهد بني إسرائيل دائما في نقض المواثيق أما الآية الثانية يعني الآية 77 من النساء التي تبدأ بقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة الآية الثانية فالحديث عن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستعجلون الجهاد ولم يكن قد أذن الله لهم بالقتال وقيل لهم كفوا أيديكم فلما كتب عليهم القتال لم يتولوا كبني إسرائيل ولكن فريق منهم تغير حالهم أصبحوا يخافون الناس ويخشونهم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب فطلبوا تأجيل الجهاد بالنسبة الآية 2246 قولت على فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم ينظر في البند تسعة وثلاثين واربعة وتسعين وثلاثمائة وثلاثين الذي سيأتي معا الآية 249 ينظر في البند رقم ثلاثة وعشرين قوله تعالى قال الذين ظنون أنه ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 249 كذلك ينظر في البند تسعة وثلاثين وقوله تعالى فشاربوا منه إلا قليلا منهم البند الأخير في مقرر اليوم المتشبهات في آيات الدعاء بين البكرة وآل عمران معظم آيات الدعاء في القرآن جاءت في البكرة وآل عمران قوله تبارك وتعالى ربنا أفرغ علينا صبرا 250 في البكرة قوله جل وعلا ولما برزوا لجالوتا وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الأعراف آية 126 قوله تبارك وتعالى وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لم ترد ربنا أفرغ علينا صبرا إلا في هتين الآيتين حيث نجد أن مناسبة الآيتين تحتاج إلى صبر عظيم وأن هذا الصبر لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى ففي الآية الأولى لما دخلوا المعركة ورأوا قوة جلوت وجنوده ورأوا الخطر العظيم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وحتى لا يهربوا من خطر وشدة القتال قالوا أيضا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بخلاف ما جاء في الآية 126 بالأعراف حيث أن فرعون عندما توعد السحرة الذين أمنوا بموسى عليه السلام أن يقطع أيديهم يعني فرعون توعد أن يقطع أيديهم وأرجو لهم من خلاف ويصلبهم حتى الموت فكان هذا أيضا بلاء عظيم فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولكن مع تحقق الموت أمام أعينهم قالوا وتوفنا مسلمين عشان كده مجاش فيها إيه وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وإنما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فهذا ضابط جميل بفهم الآية الكريم كذلك في قوله تعالى وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هزف البكرة 250 ولما برزوا لجالوتا وجنودي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في آل عمران 147 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين البكرة 286 قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا توقعت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يبقى أن نلاحظ ختم الآيات وانصرنا على القوم الكافرين يقول الشيخ رحمه الله لم ترد وثبت أقدامنا إلا في الآية 250 من البكرة والآية 147 من سورة آل عمران ويأتي بعدها دائما وانصرنا على القوم الكافرين وجاءت بصيغة فانصرنا على القوم الكافرين بدون أن يأتي قبلها وثبت أقدامنا في آخر آية في سورة البكرة كذلك في آيات الدعاء اغفر لنا ذنوبنا وأحيانا تكون كفر عنا سيئتنا لم ترد اغفر لنا ذنوبنا إلا في سورة آل عمران في ثلاث آيات موضعين ثلاث موضع في آل عمران قوله تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار في آية 147 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا آية 193 قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار يقول رحمه الله كما قلنا لم ترد اغفر لنا ذنوبنا إلا في سورة آل عمران في الثلاث آيات السابقة وجاء معها وإسرافنا في أمرنا في الآية 147 وهي الوحيد وجاء معها وكفر عنا سيئتنا في الآية 193 وهي أيضا الوحيدة ونلاحظ أنها لم تأتي إلا في الآية التي بدأت بقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا 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 ينادي للإيمان هنا في خطأ في الآل كريم شفت سبحان الله حفظ القرآن تلاقي الآية مش عايزة تيجي معك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمان ربنا فاغفر لنا ذنوبا لذلك طلبوا أن يكفر الله عنهم سيئاتهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمان لو أنت معك الكتاب بتاعك ممكن هنا تضبط هذا الخطأ في الآية الكريمة وإلى هذا الحد الكفاية ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية وتابعوا إن شاء الله تبارك وتعالى الدروس ستكون بانتظام بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينسر لنا ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته